السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة اسمر جزائري هذا المرة نرحل بكم الى الصحراء ولى الصحراء الشرقية كما نقول احنا هي جهة تجورد السكرة ورقلاب لمغير والدسوف وان يخدموه لعيش مرور هذا العيش مرور ولا عيش مرورة ولا عيش الحشاوش اللي غاني بالفيتامينات وكذلك حتى هو صحي مئة بالمئة واللي تتناولو المرأة المرضعة وكذلك المرأة اللي يكون عندها حيض وكذلك ممنوع المرأة الحال سنرى كل تفاصيل وكل خطوات بسم الله على بركة الله هنا عندي حوالي ثلاثة ريتل انتع الماء وهنا كل شحن طيبوه بارد في بارد هذا العيش مرور لازم يطيب بقطعة لحم تكون ميدومة يعني قطعة لحم تكون فيها الشحمة واللي معندوش يقدر يستعمل يستعمل عليه ويستعمل الجاج مع قطعة شحم وهنا عندي حوالي متوسطى اللي كنت فرمتها فرمناعم هنا عندي اربعة فصوص انتع الثوم اللي قطعتهم تعطيها عشوى كما راكم تجيبو فيه يعني هنا ما لازمش ترابيوها ولا ترحيوها باش باتلكش الماء هنا عندي الفويلة يعني عندي كمية الفويلة اللي شي تقيس خمسة الاف شمخ ثاليلة مقبل وراحض كل هات المكونات في هاد في ثلاثة انتاع الماء انتاع هنا روش راح نزيد راح نزيد كمية انتاع الحمص هذا اللي كنت نقوله عيش مرور كما العيش العادي ولا البركوكس العادي ولكن كما نقوله نغني بالبقوليات والفيتامينات اللي فيها وراح نطيبوه كل شي برد على بارد هنا عندي حبب صلة تكون اعفوا نحب طماطن اللي خطعتها تقطيع يعني صغير شوية وست هنا ملعقة صغيرة نتاع راس الحن دمائي راس الحن وهنا نحب كمية تعزيت اللي حاولي تقريب فنجل انتاع الزيت ولا اقل من فنجل يعني ربع مغارب حتى الخمسة مغارب انتاع الزيت ونحطوها على النار ونخلوه حتى هذي الخليط يبدأ يغلي ويطيبنا للحمه هذك ويطيبنا الحمص وزيت يطيبنا هذيك الفيلة انتعناه ولا الفيل كانين اللي يستعملوا فيها الحلبة ولكن انا ما عم بش حلبة لذا نتعقب لحلبة انها غنية بالفيتامينات وعندها فوائد جمع عندها ريحة شوية قاسعة وقاوية وتخرج بجسم الانسان ولكن كما نقوله نحن نشوف الفيتامينات تحار ستغلب على هذا الشيء كما رأيكم تشوف هنا بعدما رأينا الفول تاعنا وهذيك الحمص ما راح نزيدوه؟ راح نزيدوه المكونات المتبقية راكم كامل يعني بزبزب ما يعرفوه هاش هنا راح ندلها راح ندلها جوج حبة اعتمر اللي ما عنده اعتمر يدير مغرف انتاع ماكلها سكر جوري قادت عمر وندير فلفل كناوه مطحون ولا ديروح مطحون ولا ديروح بيبت وراس فلفل حار يعني هنا يدين شوفوا اللي ما يحبش الحار يستغنى عليه ولا ينقص منه ولكن هذي الأوكلة تتاكل شوية حارة باش تعطيها هذيك اللي تعطي القوة انتاعها ونزيد من مغرف ونصف انتاع طماطب مصبرة ونخلط كل شيء مع بعض ونخلي هذي الخالط يزيد يطيب ويحكم راح نروح ودقة لعيش مرورة او عيش لحشاوش اللي يجي يعني هو بالكوكس ويتفتل بالأعشاب وعنده سبعة أعشاب منها القرطوفة اللي تسمى الوزوازة واليازير اللي هو أكل الجابل وعشبة لالا الفليو ومقل السيف والريحان والزعتر راح نتوقع بكم كامل هذي الأعشاب اللي يفتلوا بهم هذي العيش مرورة وبزفنا الصحراء يكلوه وتأتي نحي البرد الشتولي انسان عنده البرد في 15 شقوت وروح يعني في السخانة يدلوا له هذا العيش مرور يعني يخرجكم البرد اللي يكون في العظم ولي يكون في جسم الانسان اللي يكونوا ومرضى ان شاء الله ربي يشافي الجامعة هنوش راح ندير راح نشلل برك هذا العيش مرور التاعي لانه شيرته من المحل بل لا تكون في غبرة ولا تكون في حاجة ولكن العيش مرور انتع الصح 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 يجي اكحل ولا اسود من هذ لاراكم تشوفي يجي اكحل زيادة علىها لانه مقود الاعشاب اللي مفتول بها يعني نعرف بزاف تعال المحلات يكون ناقص اعشاب باش تكون نفايدة الحهم اكثر كما تعرفوا ولكن كي يخدموا حاجة في الضاري يعني يفتلوا في الضار بالاعشاب يخدموها اقوى من هذي والجي اس كحلة من هذي يعني سوداء جدا بعدها بعد ما نشفت المتاع وهذا يعني شمقتها ونشفتو قطرتو لي لي باش ميتنا حاجة لعشاب اللي يكونوا فيه راح نحطوه على الخالط من تعناه كاميراكم نشوفوه في الصور يعني كل شي راهو موضح حبيت 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 انكم تتفادوا من هذا الوصفة المليح بزاف للمرأة الحائض يعني يصفي لها لكي تكون المرأة حائبة يصفي لها لحيذ التحاب ويكون سهولة يعني ويساعدها وكذلك المرأة المرضعة اللي تكون يعني عندها طفل صغير اللي راح يزيد لها من كمية الحالي بالتحاب وكذلك يقولوا احنا يصفي المرأة يعني اللي تكون زيدة جديدة وممنوع على المرأة اللي تكون حامل يعني بالجوف لانه يقدر هذه العشاب يطيحوا لها الطفل اللي يكون عندها والجنين انتهى هذة هم المعلومات اللي نعرفهم على عيش مر واللي كان عنده معلومات اكثر عليه يكتب لنا بتعليقات ويكون تعليقاتهم على هاد العيش مر يعني هو بنين بزاف بزاف في الاخير باش حطيتلو الملحك ماشتونو في الاخر ونخلوه يطيب حوالي واحد العشرة دقائق خمس دقائق حسب الحبات اللي عيش متاعكم ونطفيوا عليه وتاكلوه بالصحة ورحة ابنين ما شاء الله البنت تعوه على ذا قلت قالوا قلت بزاف ولكن كذلك اللي مفتول في الدار ويجي كنت لكم عمر بالاعشاب دوقت او جيب زاف قاسح قاسح ما تتصورش يعني اللي ما يحملش هذك المرارة يقدر ما يكون هاش ولكن راهو صحي جدا يعني يقولك الدواء مر ولكن مفيد كما هاد عيش مرورة راهو مر ولكن مفيد تحية كبيرة الناس فورغلا ناس حوفا اللي فورغلا من بينهم بوشرايا لقامي بوزوت سوفي هذو الناس تعتقورت ناس المغير منهم بينهم ناس حوفا تمسيني يعني تحياتي الزغيدي كل هاد الناس الصحراء ومبينهم كذلك ما ننسوش ناس بسكال ناس والتسوف والمدن المجاورة خلوا تحياتي ما تنسوش تبرتاجي وهذا الفيديو خلوا الناس تعم الفايدة خلوا الناس تعرف هذه الاكلة الشعبية يعني الصحراوية اللي فيها فايدة كبيرة طلاف رحتكم بزاف زاف سلام